الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد جاءت البشرة إلى سيدنا زكريا عليه السلام يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قبل سمية وطلب سيدنا زكريا عليه السلام من ربه عز وجل أن يجعل له آية قال اب يجعل لي آية علامة عند حدوث هذه البشرة لواكبة حققها بالشكر لله عز وجل أي أنه طلب العلامة ليبادى بالشكر ولواكبة حدوث النعمة بمزيد من الشكر لله عز وجل قال رب يجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية هنا في صورة مريم عليه السلام وفي صورة آل عماران قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا عمزة لماذا عبى بالليالي هنا وبالأيام هناك قال أهل العلم كانت المدة ثلاثة أيام بلياليها لكنه لكنه عبى بالليالي هنا لماذا صورة مريم عليه السلام مكية نزلت في مكة فهي سابقة في النزول وصورة آل عماران مدنية نزلت في المدينة فهي اللاحقة في النزول والليالي في لغة العرب سابقة على الأيام فأيام العرب ولياليهم وحساباتهم قمرية تبدأ بليالي فنحن عندما يأتي شهر رمضان المبارك نبدأ بالقيام فنقوم أول ليلة ثم يدبعها الصيام وفي شوال نختم بنهار رمضان ثم تأتي أول ليلة من شوال فالشهور تبدأ بالليالي والأسابيع تبدأ بالليالي والسنين تبدأ بالليالي وبما أن الحسابات الزمنية عند العرب تبدأ بالليالي فالليالي سابقة على الأيام وصورة مريم مكية وصورة آل عمران مدنية فصورة مريم سابقة في النزول فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل السابقة في الزمان وهو الليالي للسابق في النزول وهو صورة مريم وأن يجعل اللاحقة في الزمان وهو الأيام لللاحق في النزول وهو صورة آل عمران وهذا لا يكون إلا من العليم الحكيم الخبير قال آياتك ألا تكلم الناس سلاسة ليال سويا سويا حال من فاعل تكلم أنت حال كونك سويا ما معنى هذا أي أنك مع أنك سليم الحواس ليس بك ماء ولا بك تعب ولا بك علة إلا أنك إذا آت أن تكلم الناس فإنك لن تستطيع أن تكلمهم أي أن لسانك سيحمس عن الكلام بقدرة القادر وحده فلما جاء الموعد فخرج على قومه من المحارب قاد أن يتكلم فلم يستطع الكلام فعلم أن العلامة قد تحققت فأوحى إليهم أن سبحوا بقاتا وعشية ليشاركوه في شكر النعمة لله عز وجل ثم يأتي الحديث إلى سيدنا يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد ونحن في جميع جوانب حياتنا في العلم في التعلم في العمل في كل شيء نحتاج إلى الجد والاجتهاد يا يحيى خذ الكتاب بقوة نحن جميعا نحتاج أن نأخذ الأمور بجد وعناية واهتمام وقوة وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا آتيناه العلم والحكمة وآتيناه الرحمة كما تحدث القرآن الكريم عن العبد الصالح فقال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما لأن العلم ما لم يكن باب رحمة لصاحبه وباب رحمة لخلق الله أجمعين وباب رحمة للناس فلا فائدة فيه لصاحبه لأن الله أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فما أحوجنا إلى رحمة وما أحوجنا إلى العلم وما أحوجنا إلى العمل وما أحوجنا إلى الجد وما أحوجنا إلى الاجتهاد هذا كتابنا ينطق بالحق فعلينا أن نكون في ظلال القرآن وفي منهج القرآن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض أسأل الله أن يوفقنا لذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر